أنا قضيت كل عمري ضحية ماكو مو مشكلة بس إحنا ندورلنا على خبز الأهل بس أنا أريد أتوقف عندك عد قضية الخمسين زائد واحد حتى لا يمر هذا الموضوع مرور الكرام إن هناك من دافع وعجز الخمسين زائد واحد إش كد عددهم تقريبا كرقم اللي أنتوا قدمتوا الطلب 166 166 ناب إذا المية و 166 ناب اللي قدموا الطلب ماشي 166 اللي قدموا الطلبات هو للبيوماتي قاسم الفهداوي مثل نامين من الكرب وأذكر يمكن يعني عددان الأسدي إذن أنا أحاكي رقم نهائي حتى نصل إلى طبيعة السؤال وتثبيت الحقاق 166 واحد قدموا طلب إلى رئاسة البرلمان مو والطلب ليتم التفاعل معه تمام أستاذ محمد أكثر من النصف أكثر من النصف أكثر من النصف نعم أكثر وما أحترم ثلاث أشخاص جمع وتواقع أما هستخلي أكمل سؤالي 166 167 165 راحوا إلى رئيس البرلمان ولم يحترم طلبهم وهم يمثلون إرادة شعبية خالصة لول 166 قالين البرلمان باي باي إحنا قاعدين ببيوتنا تتفذوننا يلا نجي سنسولهم لهم وسولهم مثل ما سوت قواتي ويا المفوضية ويا عبد المهدي حتى نثبت حقوق للناس يجيبون بدلاءهم دكتور النائب إذا استقال يأتي بديلة تعرف أكثر من خمسة آلاف النائب الآن ينتظر هذا يموت هذا يطلع هذا يستقيل يأتي بديلة ماكو بالنواب استقال أخويا استاذ محمد استاذ محمد تتذكر محنا مصخمات نهواي تتذكر قضية القنفة أصار بالبرلمان ما اعتصمه بالبرلمان ما طبوا اعتصم بالبرلمان أشيل لخيم كنواب ما ذب استقالتي أشيل لخيم وأقعد بساحة التحرير وراح يشوفون نسواننا وخواتنا وامهاتنا يخدمونكم يسوي لكم يسوي لكم شاي وكلية وكعاك مثل ما سوا ثوار تشرين وتتذكر بكت سليم الجبوري أحرجة الحكومة والبرلمان تمام أتالي أتالي أحنا نريد الآن نريد حل حضرتك نريد حل تالي أنا طلعت وقعدت وإذا أنا ما أقول لك أدعوك أن تقعد ولا أدعو الآخرين يحمل سلاح أنا أدعو إلى استعمال وسائل الضغط ذول المية وستة وستين لهم اعتصمين بالبرلمان لكان أحرجوا البرلمان وقدموا صورة إلى الناس أنا هذا الذي أقول به الطريقة الطريقة اللي يقدمون دكتور نجم طريقة اللي يقدمون هو أنه يطلبون يطلبون طلب من الرئاسة إن استجابت استجابت ما استجابت أكو طريقة أخرى هي الحكومة وأكو طريقة رئاسة جمهورية طيب ممكن تقدم يعني هي هذه الطرق الموجودة نعم إحنا درستك الطرق الصحيحة والطرق القانونية ما تقدر أكثر من هذا تسوي أنا أشكرك أستاذ محمد وأسرع طريق أسرع طريق هو الحكومة ورئيس الجمهورية الآن أسرع طريق مشروع قالوا تعديل مشروع قالوا خلال أسبوع كل يتعدل يا رب الله يهدي الجميع إن شاء الله دكتور حميد نعم يعني في ظل هذا المخاض يعني النائب يعاني الوزير يعاني ابن تشرين يعاني حتى لو ليدات إذولا بالأحزاب التقليدية هم يعانون مرات ترى واحد من ينتخم هم يعاني يعني من قد ما يصيرني فلوس هواي يقل له كان جمعتهم وخاف باشر يرحن الكل يعاني البعض حتى تكون هناك انتخابات حتى أن يحصل بها على نسبة وقدرها من النزاهة يقول نذهب إلى الأمم المتحدة رقابة وإشراف البعض يقول بهذا النتائج تقول أن الأمم المتحدة كانت خمس مرات بالانتخابات التي كانت في العراق وكل انتخابات تأتي أسوأ من غيرها يعني هذا الطلب يعني يشبه أغنية جابرك على المرغير الأمر منه أم أنه خيار لازم بعد أخي نجب أنت قلتها الأمم المتحدة كانت موجودة منذ عام 2003 نعم وهناك مكتب مكتب صغير وهناك ممثل الأمين العام يعني أنا احنا يعني كتبنا بيانا قبل سنة تقريبا ووقعه مئات الشخصيات العراقية نعم أنه يجب أن لا نعول على الأمم المتحدة أهلا بالأمم المتحدة وبرقابتها وبإشرافها ولكن يجب أن لا نعول على المتحدة لأنها كانت موجودة موجودة والتزوير جرى على قدم الوساق في كل الانتخابات من 2005 حتى 2018